شاهدين الكرام للحديث عن احتماليات عودة الصدر للمشهد السياسي في العراق مع دعوته لصلاة موحدة وسط استئنا في جلسات البرلمان معنا في الستوديو الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات الأستاذ شاهو القرداغي حياك الله أستاذ مرحبا حياكم الله بداية هل يمكن القول بالفعل أن الصدر أو الدعوة التي دعا إليها مقدد الصدر بصلاة جمعة موحدة والتي لبى أنصاره هذه الدعوة أنها خطوة للعودة للمشهد السياسي مرة أخرى تحياتي مجددا لكم والمشاهدين الكرام المقتدى الصدر خلال الفترة الماضية وخاصة بعد فوزي في الانتخابات أقدم على بعض الخطوات التي أدت إلى إزاحته من المشهد بصورة كاملة وخاصة خطوة انسحابه من البرلمان ورفع سقف مطالبه اليوم نرى أن على الرغم من أن الخطوة قد تكون ذا طابق ديني خطوة إلى صلاة جمعة موحدة ولكن كانت الرسائل السياسية واضحة للأطراف السياسية بأن الصدر ما زال يستطيع أن يحرك الشارع السلاح الذي يعول عليه الصدر أكثر من نوابه في البرلمان وهذا ما أكد عليه الكثير من المقربين من التيار الصدري بأن قوة التيار الصدري هو الحاضنة الشعبية وهو الشارع الذي يتحرك وفعلا أرسل هذه المرة أيضا هذه الرسالة ولكن يبدو أن هناك ظروف قد تدفع الصدر إلى إعطاء هذه الإشارات مثل الأوضاع الاقتصادية السيئة انخفاض الدينار العراقي عدم قدرة الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة بمعزل عن الصدر في معالجة هذه المشاكل هذه الأمور تعطي فرصة أخرى للصدر بأن يعطي رسائل وأن يحرك الشارع مجددا ويستطيع أن يتحول إلى معارض الشرس للإطار التنسيقي والحكومة الحالية طيب ماذا عن الاعتزال السياسي إذن؟ بلا شك أن حياة سيد مقتداء الصدر خلال الفترة الماضية يعني منذ 2003 وحتى الآن دائما كانت تمر بهكذا قرارات الإنعزال الإبتعاد الترك العمل السياسي وبعدها كان يعود إلى المشهد بصورة أو بأخرى وبلا شك أن خلال الفترة الماضية رأينا هذا الأمر تكرر كثيرا وحتى قرار عدم مشاركته في الانتخابات وبعدها قرر المشاركة للمصطحة العامة ومصطحة الوطن بين قوسين وبلا شك أنه غدا إذا قرر العودة مجددا إلى المشهد السياسي سوف يكون لديه المبررات الكافية لإقناع حاضنته الشعبية وأنصاره بأن يعودوا بنفس الحماس وبنفس الشعارات التي ارتفعت سابقا ويتخلى عن العزلة السياسية التي قرر أن يدخل فيها بعد خسارته الكثير من الأوراق أمام الإطار التنسيقي ما رأيك بالقول أو الاتهامات الموجهة لمقتد الصدر بأنه الحصان الأسود للعملية السياسية هو الذي ينقذها من المآزق أحيانا للأسف خلال الفترة الماضية كان هناك فرصة حقية للتغيير وفرصة حقية لكسر المحاصصة وعلى الأقل لتقديم شيء مختلف للعراقيين يعني هم تعودوا على المحاصصة الصدر رفع شعار الأغلبية السياسية بمعنى أن هناك طرف يشكل الحكومة وطرف يتم إبعادهم أو استبعادهم وخاصة أنه كان يصير على إبعاد الكثير من الأطراف التي تعرف بأنها يعني ميليشياوية مثل قيس القيس القصعلي مثل مالكي لآخره ولكن رأينا بالأخير نتائج هذه الشعارات والتحركات انتهى بتشكيل الحكومة من قبل إطار التنسيقي وتسليمهم الدولة بالكامل يعني أصبح الواقع مخالفا تماما للشعارات الرد التي رفعت والوعود التي تعاهدت وخاصة أن مقتضى الصدر خلال الفترة الماضية إذا تابعنا تصريحاته بعد فوزه في الانتخابات كان يؤكد دائما أن هناك طبقة سياسية مستعدة لتدمير وحلق البلاد إذا لم تصل إلى السلطة فلماذا سمحت لهم بالوصول مجددا إلى السلطة وأنت كنت تتهمهم بهذه الاتهامات الخطيرة التي من المفترض أن يكون هناك محاسبة ومساءلة لها وليس تقديمهم مجددا أو إعطائهم فرصة أخرى للحكم والسيطرة والتي نراها اليوم إلى الآن عاجزون عن معالجة أبسط الملفات وخاصة سعر الدينار نعم طيب تحدثت قبل قليل عن المبررات التي قد تعطي الإذن للصدر أو تعطيه الحرية أو الصلاحية بالعودة مرة أخرى إلى المشهد هذه المبررات ألا تراها واقعية موجودة على الأرض بأنه هناك فشل وإخفاق من قبل الإطار التنسيقي بمعالجة ملفات كثيرة وهو ما سيبرر للصدر أمام أنصاره خطوة العودة إذن هل يلام إذا عاد؟ طبعا هذا الأمر وارد جدا لماذا؟ لأنه حتى مهل الصدر عندما يمنحها للحكومات الآن نرى أن على الرغم من انخفاض سعر الدينار وارتفاع الدولار بصورة قياسية تسجل أقام قياسية هذا الأمر أثر على الداخل العراقي أثر على الوضع المعيش العراقي المسؤولين لا يدركون بهذا الأمر إضافة لذلك هناك سبب آخر مقنع قد يدفع الصدر أيضا إلى العودة وإقناع جمهوري بأن هناك مبررات يعني موضوع العرف السياسي بتبرئة أو بإطلاق صراح المتهمين بالفساد يعني خلال الفتر الماضي رأينا أبرز المتهمين بسرقة القرن مليارين ونصف المليار دولار تم إطلاق صراحهم وهيثم الجبول تم إطلاق صراحهم مقابل إعادة جزء من المال ولم يعيدوا هذا المال طبعا مع تعهدات مستقبلية طبعا هذا الأمر يعني باب آخر لإنقاذ الفاسدين وأيضا بدل أن يحاسب الفاسد أصبح يكافأ يعني الآن أصبح يقال كنكتة سياسية عندما يسرق المسؤول مليون دولار يضع في المنزل 10 ألاف دولار يقول زوجته هذا للإحتياط إذا أعتقلت فندفع لهم هذا ونخرج وهو ما حدث مع قضية هيثم الجبول تماما يعني أمر خطير جدا وأثر سلبيا على الشارع العراقي الذي يقارن هذه التصرفات بشعارات السوداني بمكافحة الفساد بمواجهة الفاسدين محاسبتهم اعتقالهم ولكنه يرى الأمر مختلف وبتالي هناك احتقان شعبي ليس فقط من قبل أنصار الصدر الذين يشعرون طبعا بالغبن بعد إبعاد الصدر عن المشهد رغم أنه فائز بالانتخابات بل أيضا من قبل الجمهور حتى الإطار التنسيقي الذي يتساءل الشعارات أصبحت بدأت الشكوك تدخل إليها تدخل تماما وخاصة بعد التصرفات الأخيرة وإطلاق يعني إطلاق صراحة هؤلاء المتورطين بالفساد أصبح هناك فعلا يعني غير التيار الصدري وجمهور التيار الصدري هناك شريحة واسعة أيضا من العراقيين لديهم غضب ومن الممكن للصدر أن يستخل هذا الغضب طيب البرلمان الآن يستأنف جلساته مرة أخرى وسط انشقاقات أو حديث عن انشقاقات داخل الإطار التنسيقي أو داخل هذه الأحزاب وأيضا مشكلة الانتخابات المبكرة والحديث عن هذه الجزئية طبعا قبل أن ندخل بالسؤال حكومة محمد الشاعر السوداني طرحت النص الحكومي وصوت عليها أعضاء البرلمان المكونين من الإطار التنسيقي بإجراء انتخابات مبكرة ثم بعد ذلك عادوا ليقولوا نحن ضد الانتخابات المبكرة هنا نأتي إلى جزئية ترتبط بالصدر وترتبط بهذا الحدل الصدر أعطى مهلة إلى هذه الحكومة للانتظار لرؤية أدائها ومع هذا هو معه الانتخابات المبكرة إذن كيف سيكون وضع المشهد القادم في حال رفض الإطار التنسيقي الانتخابات المبكرة وأصر الصدر على إجرائها هل سنشهد صراعا؟ طبعا التخلي عن الكثير من الوعود والتعهدات يعني أمر معروف في العرف السياسي لهذه الأطراف يعني نحن إذا عدنا إلى حتى اتفاقية أربيل التي تجددت الفترة المالكية رأينا أنه بعد الاتفاقية هو تتخلى عن كل الوعود التي قطعها داخل الاتفاقية وبالتالي أنا أتوقع أن إجراء الانتخابات المبكرة والوعود بإجراءها كانت مجرد لتهدئة الصدريين أو إخناعهم بأنه سيكون هناك انتخابات مبكرة وأنه في حال لم يعجب بأداء الحكومة الحالية فهناك انتخابات ومن الممكن يعطائهم مهلة ولكن هذه الأطراف عندما شعرت أنها وصلت إلى السلطة واستحوذت على الملفات أو المناصب المهمة وسيطرت على مرافق الدولة يعني تحاول أن تنسى هذا الخيار خيار الانتخابات المبكرة وبالتالي عدم الاستجابة لمطالب الصدر هنا يقع الدور على مقتداء الصدر هل سيقبل بهذا الأمر هل سيقبل بالتسويف هذا الأمر ماذا سيكون هناك النقطة الفاصلة في هذه النقطة أداء الإطار التنسيقي وأداء حكومة السودان إذا استمر بهذه الطريقة فهو بنفسه يقدم الفرص للصدر حتى يعود إلى الساحة مجددا ويستغل هذه الأخطاء الموجودة بينما لو كان هناك عود حقيقية ولو كان هناك أداء حقيقي فعلي يرضي الشارع العراقي حينها لا يستطيع حتى الصدر أن يحرك الشارع وبالتالي يتخلى أيضا عن خيار الانتخابات المبكرة وبالتالي يعني إلى الآن هذه الأمور أنا أتوقع أنه أداء الحكومة خلال الفترة القادمة وخاصة الآن هناك حتى هجوم من قبل الفصائل المسلحة على السودان بعد تصريحه عن القوات الأمريكية بقاء القوات الأمريكية يعني الأمر لم يختصر على العلاقة بين الصدر والإطار الآن داخل الإطار أيضا هناك أزمات ومشاكل ويمكن أن تزيد وتتصعد أكثر وهذا أيضا يعطي فرصة إضافية للصدر بأن يتحرك ويستغل هذه الخلافات طيب نأتي هنا إلى النقطة الحاسمة ما بين خلافات الأحزاب دائما وتكون هي إيران إيران ما موقفها القادم هناك مشاكل كثيرة طبعا أولا أزمة الدينار العراقي وهذه الأحاديث أو التسريبات عن تهريب العملة إلى إيران وشراء إيران بالدينار العراقي الذي تمتلكه الدولار من الأسواق العراقية هناك أزمة صراعات محتملة داخل الإطار التنسيقي أزمة محتملة ما بين الصدر والإطار وأيضا قضية محمد الشاعر السوداني وبقاء القوات الأمريكية كيف برأيك سيكون ردفع الإيران تجاه هذه التخبطات التي تزعزع من مكانها في داخل العراق طبعا هي أسست الإطار التنسيقي أو كانت الغطاء للإطار التنسيقي لمواجهة الصدر ولإبقاء الوحدة الشيعية كما يسمونها لأنهم يعتبرون أن البيت الشيعي يجب أن لا يتبرد عليه أحد وهي الضامنة لمصالح إيران داخل العراق هذا خط أحمر بالنسبة لإيران وسوف تحاول أن توفر كل أدوات الدعم لهذه الحكومة أزمة الدولار يعني العالم يعلم هذا الأمر أن المتسبب بهذه الأزمة هي إيران وحلفائها لأن الدولار يذهب إلى سوريا وإلى إيران وكلتا الدولتين عليهم عقوبات وبالتالي لا يبقى الدولار داخل العراق وحتى عندما كان يرتفع سعر الدولار مقابل الدنار كان هناك أيضا إخبال على شراء الدولار يعني واضح من الواضح جدا أن هذا الدولار يخرج وإيران تتحمل مسؤولية انهيار قيمة الدنار العراقي يعني المعادلة كيف أصبحت لو لا هذا الدولار العراقي الذي يذهب إلى إيران لانهار العملة الإيرانية أكثر يعني إنقاذ العملة الإيرانية باستنزاف الاقتصاد العراقي طبعا إيران بإضافة إلى هذه النقطة هي تفضل السوداني وتفضل هذه الحكومة على غيرها من الحكومات لأنها حكومة تشكلت من قبل الإطار التنسيقي وأيضا جمعت المكونات الأخرى يعني لم يعد هناك طرف معارض فبالتالي هي قد تحاول خلال الفترة القادمة أن تهدئ أو تحاول أن تضبط من الصراع ولا تسمح لمقتدى الصدر بأن يتخذ خطوات تصعيدية قد يؤثر على الحكومة حكومة محمد الشياء السوداني لأن هذه الحكومة الجميع يعلم أنها جاءت بعد فراغ وإنسداد سياسي صحيح لكن هذه الحكومة عفوا نستشاه هذه الحكومة أيضا في داخل الإطار هناك أذرع إعلامية تتحدث وتنتقد هذه الحكومة لميولها الأمريكية هناك لقاءات كثيرة جمعت بين السفيرة الأمريكية ومحمد الشياء السوداني لقاءات من قبل الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة إشارات تؤدي إلى أن هذه الحكومة قد تكون مائلة إلى طرف الولايات المتحدة أو تحظى بدعم من هذه الجهة وهنا السؤال هناك حديث الآن أزمة الطاقة طبعا عالمية والعراق يقوم بحرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب أوروبا تسعى إلى الاستفادة من هذا الغاز المحترق في العراق عن طريق شرائها أو استيراده بغض النظر السؤال هل ستمنع أوروبا أو تقطع يد إيران وتحجم دورها في العراقية والولايات المتحدة بالطبع في سبيل الاستفادة من هذه الحكومة ومن هذه الثروات إلى الآن طبعا لم يتم اتخاذ خطوات قد تزعج إيران كثيرا وخاصة من قبل حكومة الشياء السوداني رأينا أن خلال الأيام الماضية كان هناك هزة إيرانية وردت فعل على استخدام مصطلح الخليج العربي من قبل السوداني والسيد مقتداء الصدر وبالتالي ثارت إيران ولكن بشكل عام إيران تركز على مصالحها الاستراتيجية الفصائل المسلحة سلاح الحجد الشعبي هذا الأمر تعتبره إيران أمر خط أحمر ولا يجب الاقتراب منه والحكومة مؤكدة يعني لن تقدر من هذا الملف ثانيا على الرغم من الضغطات الدولية إلى الآن التعاون أو التهريب العملة أو التعاون الاقتصادي سيولة كبيرة من إيران بعلم دولي؟ بعلم دولي؟ طبعا هناك ضغوطات للإيران يعني الولايات المتحدة عندما عاقبت أربع بنوك ونوت أن تعاقب 15 بنك آخر مصرف أصبحوا دكاكين لتوفير العملة لإيران أثرت على السوق العراقي بهذا الأمر ولكنها لم توقف التعامل والتهريب إلى الآن إن الآن التهريب مستمر إضافة إلى أن إيران تشعر أن هذه الحكومة قد توفر لها المناخ المناسب لاستمرار بيع الغاز نحن رأينا وزير عراقي ومسؤول عراقي قال أننا نريد أن نتفق على ضمان تدفق الغاز بصورة مستمرة هذا يعني أنه ليس هناك نية لدى هذه الحكومة بأن تتخذ خطوات يعني غاز كورمور موجود في شم شمال في إقليم كردستان من الممكن تطويره هو الاستفادة منه هو غاز داخل عراقي يعني ماذا يمنع هذا الأمر قبل أمس كان هناك قصف للحقل وهنا السؤال أن هذه المنابع للغاز أو هذه الموارد الموجودة تؤثر على استيراد الغاز الإيراني وبالتالي كيف ستسمح إيران بهذه الخطوة بالنسبة لحاجة أوروبا للغاز وفي مقابل ذلك هناك غاز إيراني يباع للعراق طبعا هذا الأمر نحن حتى تحدثنا عنه في مركز رامان عن هذه النقطة بالذات أن هل يتحول غاز إقليم كردستان إلى مصدر للاستهلاك الداخلي وأيضا لتوفير الحاجة الأوروبية من الغاز هذا الأمر العائق الوحيد أو الذي يعطل هذا المشروع هو الخطوات الإيرانية التي لا تسمح للعراق بأن يطور أي مشروع استراتيجي أمس كان هناك قصف لهذا الحقل هو الحقل الوحيد داخل إقليم كردستان من الممكن تطويره لا يتم السماح بتطويره وبالتالي يقتصر إنتاج هذا الحقل على الاستجابة لحاجيات الكهرباء داخل إقليم كردستان من الممكن تطويره واستجابة لكل العراق من الكهرباء وأيضا التفكير في تصديره إلى الخارج كل هذا الباكيتش بدعم أوروبي بدعم حلفاء العراق من الممكن تفعيله ولكن العائق الوحيد والذي يمنع هو إيران والميليشيات التي تقصف هذا الحقل بالكاتيوشا وبالصواريخ سيد شاهل القرداغي الباحث العراقي في مركز رامان للبحث والاستشارات شكرا جزيلا لك لتوجودك معنا شكرا جزيلا لك